أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله وهل أوضاه ما نالوه منه فبشرهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تصلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبات حملا إله الحق شد على قفاه وكيف دنى الحديد إليه حتى يخالطه ويلحكه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطل قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غباه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلا ذم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليم لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب العله عليه كوها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يهال عليه رب الخلق طررا وتعبده فإنك من عداه فإن عظمته من أجل أنقذ حوى رب العباد وقد علاه وقد فخد الصليم فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهلا للقبور سجدت طررا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا ردايته وهذا منتغاه